السلام عليكم ورحمة الله معكم اسامة من قناتكم جاسمي زوني النهاردة جايبين فيديو جديد لموقع جديد بس بدون عروض ناس كتير ما بتحبش تعمل عروض او ما بتعرفش تعمل عروض وعايزة اي حاجة تاخد منها فلوس بدون مجهود انا دوري هنا ان انا حاول ادورلك على الحاجات دي طب جبتلنا ايه قص جبتلك موقع مية مية كل اللي هتعمله انك هترفع شوية ملفات هترفع ملفات ازاي وهتحطها فين؟ هقولك بس طبعا بعد ما نرحب بالناس اللي اول مرة تشوفنا النهاردة وقبل ما نرحب بهم ما ننساش الناس اللي دايما موجودين جوه الدايرة وطبعا لو انت جديد وحابب تنضمنهم الشروط هتبقى سهلة خالص اللي وصلنا معاهم للحظة تصوير الفيديو لتلاتين الف تلاتة وتلاتين بفضل الله كان منا تلاتين الف مشترك طبعا لو انت لسه جديد اول مرة تفرج علي كل هتعمله الحاجات اللي موجودة على يميني دي هي على قد ما تقدر عشان الكل يستفاد وطبعا ما ننساش افكرك يا مشترك يا قديم انك لو ما زلت مشترك كل اللي هتعمله انك هتلغى الاشتراك وتفعل الاشتراك تاني وتفعل زر الاشتراك الكل علشان توصلك الاشتراك بتاعتنا نظرا للتخبطات اللي موجودة في اليوتيوب اليومين دول. ولو انت عايز تفوز معنا في المسابقات اللي احنا بنعملها وتاخد جايزة من الجواز اللي احنا بنوزعها كل ما عليك انك هتعمل الحاجات برضو اللي انت لسه عاملها من جوية هي انك حتعمل لايك للفيديو ده وتعمل كومنت اجابي او سلبي ما تفرقشي. بس الاهم من من الكومنت الايجابي والسلبي انك تعمل كومنت وتقول لي فيه انك عملت لايك للفيديو وانك عملت شتراك وانك شيرت الفيديو على قد ما تقدر وبالتالي هيبقى ليك فرصة في الفوز اكبر. هو ده الكومنت اللي هيبقى اهم. وطبعا بالتالي هتسيب لي فيه في الكومنت هتسيب لي الاي دي بتاع بابجي وهتقول لي ده بتاع بابجي هتسيب لي الاي دي بتاع فري فاير وهتقول جميل البيبال. وارجو ان يكون مفاعل. علشان تستقبل فلوسك. وما ننساش هاشتاج انا كملت معك يا قصة عشان تكمل الفيديو لغاية الاخر عشان تاخد المعلومة كاملا. يلا بينا خلينا ما نطولش ونروح للموقع بتاع النهاردة. رجعتنا مع بعض تاني علشان نخش على الموقع بس قبل ما نبدأ اي حاجة عايزين نشوف اثبات السحب اللي انا سحبته من الموقع. زي ما انت شايف انا كان معايا خمسة دولار اربعة سنت او سبعين سنة تقريبا. اه انا دخلت على طلب السحب هتخش عندك هتلاقي هنا معلومات السحب مفروض. مقدما كده حاول تسجل بالاميل بتاعت بتاع البيبال لو انت هتسحب بيبال لانا لقيته اكتر. اه هفاهمك بعدين. انا هنا اخترت وسيلة الدفع البيبال ودست على خمسة دولار لقد تم ارسال طلب السحب بنجاح. بعد كده خشيت على الاميل. الاميل وصل عليه الخمسة دولار طبعا ما خشيتش في نفس اليوم. هو الصحب بتاعي اتاخر شوية او بتقدر سوه شويتين. ما عافش كان ايه السبب. وبعد كده وصلت لي زي ما انت شايف في البيبال زي ما احنا متعودين نشوف السحب اللي وصل لنا خمسة دولار وصلوا اربعة دولار تمانية واربعين سنت. طيب. خلينا نبدأ مع بعض ونشوف الموقع عبارة عن ايه? الموقع زي ما انت شايف اسمه هو اسمه هو موقع زيه زي اي موقع تاني بتاع تحميل عادي بتحمل عليه الملفات بتاعتك. بس الفرق النهاردة ان انت الموقع بتاعنا هتحمل عليه الملفات بتاعتك. وتخط الرابط بتاعها مسلا عند اي حد عشان يحملها. وبالتالي انت ليك على عدد التحميلات اللي هم الف تحميل. هيبقى ليك مبلغ معين. طيب هنشوف المبلغ المعين ده قد ايه? وبلدك ايه? وهتحمل ايه? وهتخط الحاجة فين? كل ده احنا هنعرفه مع بعض. طبعا لو انت مسجل هيزهر لك تسجيل الدخول فهتعمل تسجيل دخول عادي زي ما انت شايف. اسم المستخدم من كلمة المرور. وهنا لينا واقفة صغيرة لانك لما تيجي بعد كده بعد ما تسجل هتحط هنا اسم المستخدم وليس الاميل. تمام? هقولك برضو ده بعدين. هتدوس هنا ليس لديك حساب بما انك هتفرج عليها اول مرة وتقريبا معظمكم مش هيبعارف الموقع دوت. هتقول ليس لديك حساب. هيدخلك على قيمة زي اللي انت شايفها دلوقتي. هتلاقي هنا فوق حاجة اسمها. اسم المستخدم. بعد كده الاميل. بعد كده الباسورد. بتأكيد الباسورد. اسم المستخدم هنا مسلا هحطه وليكن مسلا اسامة. مسلا انت هتحط طبعا اسم مستخدم خاص بك انت. وارجو انك تكون ده الاسم اللي هتبقى فاكره لان ده اللي هتسجل به دخول بعد كده. بعد كده هنا هتحط الايميل بتاعك وارجو ان يكون ايميل شغال معاكم متفاعل عادي وبتستقبل عليه رسائلك. علشان هيجي لك عليه رسالة تفعيل. بعد كده كلمة المرور وتأكد كلمة المرور. وبعد كده تدوس تسجيل. بعد ما تدوس تسجيل خلاص انت كده سجلت في الموقع. هتعمل بعد كده تسجيل دخول. هتخش هنا تسجيل دخول. هيظهر لك القائمة اللي هي فتحت لنا اول مرة خالص. زي ما قلت لك من شوية انت هنا لما تيجي تخش تسجيل دخول مش هتخش بالايميل اللي انت سجلت به. هتخش بالاسم اللي انت حطيته. اللي هو اسامة احمد. اي اسم انت حطيته. بس آآ علم تجربة شخصية. انا هنا لما حطيت الايميل انا دايما متعود من ايام كارنت اللي تفتكروا زي ما المشكلة القديمة اللي اضع فيها عليها عشرين دولار. متعود دايما لما كون هسحب في اي موقع او اي تطبيق ببي بال بسجل دخول في الايميل في الموقع دوت او التطبيق بالايميل بتاعي لان في بعض المواقع والتطبيقات بتكون شرطة او مش شرط يعني هو اوتوماتيك لما تيجي تسحب بي بال بالزيت بيروح ساحب اوتوماتيك على الايميل اللي انت مسجل عليه ما بيديكش ما بيديكش وسيلة اختيار انك تحط ايميل معينة. فللامان انصحك انك لو هتسجل وهتسحب بي بال حط الايميل بتاع البي بال بتاعك. هنا انا هحط الاسم المستخدم بتاعي وهحط البسورد وهرجع لك تاني. عملنا تسجيل دخول ودخلنا زي ما انت شايف. انا طبعا روسيت بتاعي دلوقتي تصفر لان انا كنت سحبت الخمسة الدولار اللي كان موجودين فيه وهنقول برضو الحد الادنى للسحب قد ايه وامتى السحب هيوصل لك. طيب عندنا هنا زي ما انت شايفت مستوى الحساب بتاعي عادي وترقية مستوى طبعا انا ايه اللي هيخلينا رقم مستوى في حساب او في موقع بتاع رفع ملفات يعني ايه الفكرة? هقول لك دلوقتي الفكرة ان انت عندك المساحة المستخدمة في في الاكاونتات الفري او الاكاونتات البيزيك اللي انت داخل من غير ترقية حساب انت مسموح لك فقط بمية جيجا. طب نفترض انا هستخدم الموقع دوت لرفع اي داتا عندي او رفع حاجات بمساحات كبيرة وليكن مسلا فيه العاب بتوصل لتسعين جيجا او حاجة زي كده فانا هحمل لعبة وشكرا مش عارف حمل اي حاجة تانية فانا كل اللي هعمله ان انا هدوس على ترقيب مستوى هيبقى عندي اختيار ان انا ارقي باربعة دولار تسعة وتسعين شهريا هيرفع لك المساحة بتاعتك لخمسمائة دولار تمام وهتبقى من عضوية هتبقى من عضوية العادية الى عضوية مميزة وهيبقى عندك طبعا اكيد وسائل دفع هنا هتدوس اه لو انت عايز تدفع طبعا انا حاسس ان هون ممكن ما يظهرش قدامكو هنا لان في التصوير ساعات ما بيظهرش القواية من المبثقة تمام فعندك وسائل الدفع انا هقول هلك دلوقتي بالبقى عندك وعندك 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 يعني تقدر تدفع من اي حاجة من دول لو انت بتشتغل في العملات الرقمية ممكن تدفع من الحاجات دي انا ما بتعملش بيها اصلا هنخش مع بعض على الرئيسية. طيب الرئيسية هنا المفروض بيقول لك بقى ابدأ رفع الان لو انت هتبدأ ترفع برفع ملفات بس انا قبل ما ابدأ رفع ملفات انا عايز اعرفك الاول هترفع ملفات ايه? هنا هنخش على القائمة اللي هي الملفات المسموحة هتلاقي عندك هنا قائمة بالملفات اللي مسموحة طبعا اول امتدادات ديت امتدادات صور. بعد كده دي امتدادات الملفات المضغوطة بعد كده البي اس دي دي الفوتشوب والبي دي اف والايزو اللي هي ممكن على فكرة آآ نسخة آآ ويندوز حداشر على الاب ويب وعندك برضو ناس لغاية دلوقتي لسه بتدور على نسخ عشرة نسخ كويسة ممكن انت تحمل النسخ ديت وترفعها هنا وبالتالي هتقدر تجيب كتير وبالزات ويندوز حداشر عليه اقبال شديد وهنقول الكلام ده دلوقتي كمان شوية يعني. بعد كده اللي هي يعني الحاجات الكتابية ملفات زي ما انت شايف كتير قوي منها برضو وملفات بتاعة الفيديو كلها وملفات وملفات لو انت عايز ترفع تطبيقات خلينا دلوقتي هنقول هنستفاب من الحاجات دي ازاي بعد كده انت المهم انت هتحدد في الاول انت عايز تربح من ايه وازاي هتسوق لها ويعتبر شبيه يعني بعملية التسويق. هنعرف ازاي ده كله بعدين. هنخش على تاني قيمة هنا معدل الرفع. معدل الرفع هنا هو بيحط لك او سعر الالف بتاعتك مشاهدة هو بيقول لك هنا نوفر لكم افضل الاسعار مقابل الف تحميل. تمام? يعني الف واحد هيشوفه اللينك بتاعك وهيخش يحمل منه انت هتاخد قد ايه? هيبدأ عندك هنا من حداشر دولار في كندا وعشرة دولار في منات ستيت ينزل ينزل ينزل. احنا عندنا في ايه جيبت للأسف اتنين دولار ونص مش مشكلة احنا ان شاء الله ممكن بعد كده الاسعار دي كلها ترفع. بس انت هنا ما بتلعبش على المصري فقط. يعني ما بتلعبش ان الالف تحميل هيكونوا من مصر فقط. انت ممكن تاخد حاجات لينكات لطبيقات او مواقع او ملفات او حاجات زي كده. بيحتاجها لاجانب لو انت يعني متطلع شوية على المواقع بتاعتهم وبتقدر بتبحس كويس عليهم. فبالتالي هتخش على المواقع اللي بتبحس في مشاكل معينة او تطبيقات معينة. من امريكا من كندا من اي حاجة وهتحط اللينكات بتاعهم باللينكات بتاعتك مع جملتين وهفاهمك ده كله كمان شوية. تمام? فبالتالي هتقدر تاخد سي بي ام عليه لان ساعتها اللي هيحمل الملف بتاعك ده هيكون من بره. بعد كده عندي حاجة اسمها رفع الملفات. هدوس على رفع الملفات زي ما انت شايف هو بيقولك حجم الملف يجب الا يفوق ما يعديش الاتنين جيجا. كما يلزم الالتزام بشروط وقوانين الموقع. طب ايه هي شروط الموقع? هنخدش هنا مع بعض على شروط الاستخدام. بص اسي دي. هو بكل بساطة هنا هو بيقولك ان هو بيقولك ان انت عشان تقرأ الشروط ديت هتبقى موافق على كل حاجة هو مفروض يلزمك بها. آآ طبعا هو مدي لنفسه الحق ان هو يوقف عضويات اي حد بيسيء لاستخدام النظام بتاع الموقع. بمعنى ان انا في في الفترة الاخيرة مسلا زي مشاهدات اليوتيوب والحاجات ازيك كانت الناس بتستخدم علشان يقدر يجيب مشاهدات او تحملات من مواقع خارجية فبالتالي بيرفع سعر النقرة بتاعته. ده كله ممنوع هو لو اكتشف حاجة زي كده هو هيقف عضوياتك فورا. تاني حاجة هو بيقولك ان هو آآ مش عايز اي حد يكون مسلا بيحط حاجة عليها حق طبع ونشر زي ملفات صوتية وفيديو برامج تلفزيونية حاجات زي كده. ممنوع وضع حاجات في السياسة الدولة. ممنوع وضع حاجات آآ في الصور اباحية او جنسية. ممنوع تغيير الاي بي وتحميل زي ما كنت لسه قيل دلوقتي اللي هو موضوع الفي بي ان. وهواء الى غير وحاجات كلها انت هتقرأها وهتفهمها وانا هسيبها لك برضو في المدوانة هناك. الفكرة كلها انك لو التزمت انك ما تقربش للحاجات الممنوعة ديت فانت عضويتك شغالة وهتقدر تسحب عادي ما فيش اي مشاكل. انما طول ما انت بتعمل حاجات هو منعك منها فبالتالي انت بتعرض عضويتك للايقافة. طيب نرجع مع بعض تاني للرفع الملفات. هنيجي مسلا على رفع الملفات هنخش على حاجة زي كده طبعا خلاص انا عرفت الشروط وعرفت ايه المسموح وايه الممنوع. باجي اعمل ادوس على ابلود من هنا واختار الفايل بتاعي من على الكمبيوتر او من على الموبايل كل الحاجات اللي انا بشرحها دي على فكرة على الكمبيوتر انت هتقدر تستخدمها على الموبايل عادي بنفس الشرح بالزبط مش هتغير اي حاجة. هتعمل ابلود وتبدأ ترفع. طيب ايه الحاجات اللي انا ممكن ارفعها? عشان برضو اواريك الصورة انت هتقدر تعمل ايه بالزبط? نفترض مسلا حاجة مسلا زي برامج الاوتو كليكر. تمام? وده من ضمن الملفات اللي انا رفعها هنخش هنا. عشان برضو الناس اللي بتشكك في السحبات والحاجات الزي دي هنخش على ملفاتي. انا هنا رافع تلعب ملفات. تقريبا انا اشتغلت على موقع من يوم تلاتة سبعة. تمام? يعني تقريبا دخلت الموقع من شهر ورميت كده كم تحميل واستنيت وشفت. بس ما استنيتش على الفاضي. انا هنا عندي مسلا حاجة زي ده للناس اللي ما تعرفوش. اكيد في ناس كتير هتعرفو. هو بيسمح لك انك تخش من على جهازك من مكان من بره بيف تفتح الجهاز وتخش على الجهاز بتاعك وتشتغل عليه عادي. آآ حاجة تانية زي ده بيقسلك معدل استخدام سرعة الانترنت عندك والسحب والتحميل او اسمه ده السحب والرفق له هو و عندك اخر حاجة لها زي اللي موجود على الموبايل موجود من النسخة ال第 البي سي. انا كل اللي اللي انا بعمله اننا الحاجات الصغيرة دي انا مسلا بخش للمنتديات والحاجات اللي هي بتاعة الاجانب. وكل اللي انا بعمله مسلا بشوف ببحث عن المالاق في اللي انا برفعه دوت او الحاجة اللي انا عائزة اتكلم عليها ببحث عنها في المواقع الاجنبية. فبالتالي بتلاقى مدونات زي المواقع اللي عندنا عادية خالص اللي هي بتحط موضوع والناس تبدأ ترد بكمنتات سواء اذا كان بمشاكل او حاجات زي كده. ففي حد مسلا ممكن بيسأل على انا عايزة ايس سرعة النت عندي وعايزة تابع سرعة النت عندي. انت كل اللي هتعمله هتروح كاتب له كومنت صغير خالص. علشان تقدر تقيس سرعة النت عندك طبعا كل ده بالانجليزي. وبرضه لو انت حبيت تحطها في المنديات العربية ما فيش مشاكل خالص. لو انت حبيت تقيس سرعة انت عندك او تتابع الاستخدام بتاعك سواء ازا كان او كل اللي عليك انك تنزل الملف ده وهتقوم سايبله اللينك بتاعك. هتيجي تاخد اللينك بتاعك مسلا من هنا وبعد كده هتحطه هناك مع الكومنت وهتقول له لو انت عايز لو انت عايز تعرف سرعة لو انت عايز تعرف انت بتستهدي من انت في ايه او الجهاز بتاعك بيرفع بيرفع او بيدون ايه بالزبط كل ما عليك انك هتحمل التطبيق الصغير دوت وتروح سايبله اللينك فبالتالي هو هيقرأ الكومنت هينزل التطبيق فبالتالي انت هتاخد منه تحميل او نقرأ وغير 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 ونفس الكلام برضو نفس الكلام في الاوتو كليكر مسلا انت بط هتحمل بقى اللي انت عايزه مسلا نفترض ان فيه تحديث جديد لبابجي او ملفات حاجات خاصة ببابجي زي المنتشر دلوقتي حاجة خاصة بفري فاير افلام فيلمي ما لسه نازل جديد وعايز الناس بتدور عليه كسرعة لو انت عارفت تجيبه فبالتالي انت هتحمله هنا وبعين تحط اللينكاب بتاعته في المواقع للناس اللي بتبحث على الافلام زي ما انت عايز برامج تطبيقات افلام المهم انك ما تخرجش برا لنطاق الملفات المسموح بيها وبالتالي هتاخد عدد تحميلات زي ما انا مسلا اخدت عدد تحميلات كده اللي الناس برضو اللي بتقول لي ده حاجات فوتوشوب وده مش فوتوشوب ولا حاجة ده التحميلات هيت تمام كل ملف فيهم هيقول لك طبعا انت حملته امتى وعدد التحميلات اللي عليه هنا اعضاء مميزين فقط لو انت عملت العلامة دية لو انت فعلتها فبالتالي محدش هيقدر يحمل اللينك ده الى اللي واخدين عضوية مميزة من الموقع بس وطبعا ما نصحكش انك تعمل الموضوع ده طيب عندنا هنا زي ما انت شايف هو خطط لك تنبيه استعمال وسائل تغيير العنوان مثل البروكسي والفي بي ان ممنوع في حال ان الادارة هتاخد لها من كده هيتم حزر الحساب اللي بيعمل الموضوع دوت وبالتالي مش هيدفع ولا هيبقى ليه احقيا ان هو يحمل على الموقع تاني الفكرة سهلة وبسيطة جدا ودوت للناس اللي مش قادرة تعمل عروض او قادرة تنفذ عروض وعايز يربح من انترنت لمجرد ان هو يحمل شوية ملفات ويحطها في شوية كومنتات او شوية مواضيع وطبعا ممكن تعملها في المدونات الناس اللي عندها مدونة ممكن تستفاد من موضوع ده كويس ونرجع تاني بس التحذير خفيف كده للمدونة انا في ناس بتاخد الفيديوهات وبتاخد المدونات بداتي بتحطها على مواقع او مدونات تابعة لها وبلاقي ناس بتكلمني هناك على ان انا اللي نشر الحاجات دي هناك انا مليش غير مدونة واحدة بس اللي هي باسم القناة اللي هي جسميزون دوت كوم هو ده بس الموقع بتاعنا والقناة بتاعتنا بنفس الاسم مش هتلاقي حد تاني غير الاسم دوت فاي جهة تانية بتحمل الملفات او بيحط حاجات تابعة ليا انا مش الشخص ده انا هتلاقيني في القناة باسم جسميزون وهتلاقي الموقع بتاعي باسم جسميزون دوت كوم فقط لا غير ما تحملش اي حاجة برا المواقع ديت ولا برا القناة هشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وموقع جديد كان معكم وسامة سلام